هذا وتنطلق يوم غد السبت عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت مملكة البحرين منافسة بطولة العالم للقدرة بمشاركة الفريق الملكي البحريني للقدرة حيث يقود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي يقود فرسان للمملكة في السباق بالإضافة إلى نخبة من الفرسان من مختلف دول العالم وسيخوض الفريق الملكي البطولة بمعنويات عالية من أجل تحقيق إنجاز آخر للمملكة في البطولة العالمية التي تمتد لمسافة 160 كم على خمس مراحل وسط مشاركة أكثر من 150 فارسا وفارسا يمثلون 48 دولة هذا وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إجراءات الفحص البيطري والذي أقيمه وسط إجراءات وترتيبات متميزة اتخذتها اللجنة المنظمة وقد أشرف على الفحص البيطري مجموعة من الأطباء المعتمدين من قبل الاتحاد وقد التقى سموه مع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي على هامش البطولة وتبادل أصحاب السمو الأحاديث الودية حول مشاركة فرسان دول مجلس التعاون في البطولة وأمانيهم بتحقيق أفضل النتائج من قبل فرسان هذه الدول وأهمية الاستفادة من خبرات فرسان العالم الذين سيشاركون في المنافسات وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد التقى فرسان الفريق الملكي قبل السباق واطلع على استعداد الفريق لخوض السباق والخطة الفنية التي عدها سموه والتي ستطبق في السباق وقد أعرب سموه عن ارتياحه الاستعدادات واطلع على الإمكانيات التي توفرت في القرية من أجل الدخول في منافسات البطولة وأكد سموه أن الفريق الملكي سيحرص على المشاركة الناجحة في البطولة من أجل تشريف مملكتنا الغالية والتأكيد على تطور رياضة القدرة في البحرين التي تحظى برعاية كبيرة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والدخول في منافسات مع فرسان العالم الذين سيشاركون في البطولة كيف يمكن أن يكون نمط السباق والذي نحن متوقعين بيكون سباق سريع والمنافسة بتكون شديدة لأنها بطولة عالم وبأي بطولة عادية فلها رحبتها ولها حيبتها ولها وزنها في ناحية كمية الخيل نوعية الخيل ونوعية الفرسان أيضا فخطاتنا أعتقد أنها بتكون خطة ممتازة بنمشي على الخطة بحذافيرها وإذا مشيت الخطة مثل ما نتوقع بدنا الله رح نرجع البحرين بشيء